خلينا نروح إلى ما يجري في أوكرانيا احنا النهاردة بنتمع في الأخبار القوات الأوكرانية تتقدم خاركيف لا القوات الروسية تعلن توقف هذا التقدم في الفترة الأخيرة احنا أصاد مدن عادت مرة أخرى إلى السيادة الأوكرانية في نفس الوقت عندنا قرارات بوتين بضم المقاطعات الأربعة أو الجمهورية الأربعة حسب ما تسمى بعد استفتاء احتفت به روسيا واعتبرته يعني إرادة الشعب لينما تعامل العالم على إرادة بوتين هل الموقف العسكري يفاجئك؟ يعني هو في الحقيقة لغاية شهر أبريل مايو كان الأمور المتوقع كان أمر آخر تماما وهو أن الجيش النظامي الروسي سوف يربح المعارك وبنهاية مايو تحدثنا في الحقيقة عن أن مسألة المفاوضات ضرورية وأن هذا هو الحد الأقصى والخط الأحمر للخروج وفق مبدأ لغالب ولا مغلوب ولكن مع استمرار روسيا والحسابات الروسية وحسابات الكريملين ذهبت الحرب إلى الأمام وبدأت احتمالات هذا الخط الأحمر الخاص لا غالب ولا مغلوب بدأت تتقلص هذه الاحتمالات بنتيجة طبعا الدعم الغربي لأوكرانيا والإمدادات بالسلاح والإمدادات لمعلومات الأقبار الصناعية والمواد الاستخباراتية وكل هذه المساعدات والدعم انقلبت الأمور وفي الشهرين الأخيرين في الحقيقة لا توجد أي مفاجآت على الإطلاق لأن هناك حسابات اتضح أنها كانت خاطئة من جانب موسكو والبروباجندا كانت واسعة وسقيلة وسقيلة الوطأ لدرجة أن الكثيرين لا يحتملون نتائج هذه البروباجندا التي تستمر منذ شهر فبراير الماضي يعني الطموخات التي قدمت روسيا تراجعت يعني الأهداف التي أعلنت تقلصت لا الأهداف كما هي الطموحات هي التي تقلصت ولكن روسيا كل يوم الرئيس الروسي يخرج هو وكبار المسؤولين ليعلنوا أن الشروط الخامسة لأوكرانيا لا تزال موجودة بل وبعد ضم المناطق الأوكرانية الأربعة تم إعلان شرط سادس وهو أنه في حال مفاوضات أو شرط المفاوضات مع زيلينسكي هو ألا يتحدث على الإطلاق عن هذه المناطق إضافة إلى عدم الحديث عن شبه جزيرة القرم وسيفستوبولة إضافة إلى تجريد أوكرانيا من أسلحتها إضافة إلى إعلان أوكرانيا أنها دولة محايدة ونزع سلاح هذه الدولة كل هذه هي الشروط لم تتغير بل زادت شرطا وإنما طموحات روسيا نفسها هي التي تقلصت وحاليا اليوم الكريملين بالمناسبة بعد أن أعلن الرئيس بلاديمير بوتين هو وقع وثيقتين اليوم الوثيقة الأولى هي التصديق على موافقة مجلسي النواب والشيوخ بضم هذه الأراضي قد صدق على هذه الوثيقة خلاص وأيضا صدق على وثيقة مهمة وهي نقل ملكية محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية إلى ملكية روسيا الفيدرالية بعد أن وقع هذين الوثيقتين الكريملين أعلن أن العمليات العسكرية مستمرة لحين الاستيلاء أيضا على بعض المواقع الموجودة في هذه المناطق الأربعة التي أصبحت روسية بمعنى أن هذه المناطق لا تسيطر عليها القوات الروسية بالكامل وإنما تسيطر على أجزاء منها ولكنها رفعت ورقة أو منشط لسقطه على كل منطقة بأن كل هذه المنطقة هي ملكية روسية على الرغم من أن روسيا لا تسيطر عليها وأنه في حال وجود قوات أوكرانية في هذه المناطق فهذه القوات الأوكرانية ستكون قوات محتلة لأراضي روسية هذا هو المعنى الموجود